السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وصلنا عند التصنيف الرابع اللي هو الأسماك ماشي؟ خلينا نراجع مع بعض تصنيف الحيوانات يلا مين يذكرني؟ يلا مسين عدعى أصابعنا الحيوانات أول إشي ليش صنفوها؟ ليسهل فهمها ودراستها طيب لا إيش تصنفت؟ يلا أول واحدة السديات السديات شنالها؟ شو خصائصة؟ يغطي جسمها الشعر والوبر والصوف وتتكاثر بالولادة وتردع صغارها نيجي على الطيور يغطي جسمها الريش ولها زوجة من الأرجل وذيل ومنقار وإيش؟ وجناحين وتتكاثر بالبيض الزواحف الزواحف تتكاثر بالبيض ويغطي جسمها يغطي جسمها مبارح حكينا اللي هو جلد جاف واغلبها لها أرجل قصيرة وتتكاثر بالبيض اليوم خلينا نحكي عن إيش عنوان درسنا؟ الأسمات تعرف الأسماك أول إشي وين بتعيش الأسماك؟ هاي صنفوها هي تتصنف كائنات حية شوف يعني السمكة مثل القطة؟ أكيد لا القطة إذا دخلت الماء شو مالها؟ بتموت أما السمكة وين بتعيش بالأصل؟ بالماء وإذا طلعت من الماء شو بصير فيها؟ بتموت أعيش بتعيش بالماء ولها ألوان أكيد إذا رحتم على متاحف أو ممكن حدا فيكن عنده بالبيت اللي هي الأحواض اللي بتكون فيها سمك أو محلات اللي بتبيع الأسماك شو بتكون لها ألوان وأشكال جميعا متنوعة ولها حجوم مختلفة خلينا نشوف في الموجود الصور صفحة 56 تطلع لع الصور 56 تطلع على أحجامها تشوف الحجب هاد عن الحجم هاد وشكل هاد بيختلف عن الشكل هاد تطلع هذه الصغيرة ليها ألوان شوف نهدي برتقالي أسود فليها إيش أشكال كثيرة هلا ركز لي يا ثالث على السمكة هاي خلينا نشرح لكم عنها ركز لي من السميح تطلع يا ثالث على مكونات السمكة تطلع أول شي اللي هو هاد من سمي إيش الزيل إيش من سميه الزيل من سمي الزيل بيغطي جسمها الريش بيغطي شعر لا بيسموه اللي بيغطي جسمها قشور بيكون قشر حتى لما مثلا لو تطلع أماما وعندك سمكة بالثلاج لما بتروح تنظف فيها وبطلع منها شو بتحس قشور تماما هلا تطلع لي هون شايف جنب العينين في اللي هي الخياشيم الخياشيم هون السمكة بتتنفس منه هون سبحان الله طلع من وين بتتنفس من هون بيسموها الخياشيم ايش بيسموها الخياشيم تمام هاي الخياشيم وهذا الديل وهذول اللي بكون هيا هاي وحدة وهاي وحدة هذول ايش بيسموها زعانف زعانف تمام اذا مكونات من السمكة بيكون لها ذيل ذيل والخياشيم حتى للتنفس حتى تستطيع التنفس وعندنا زعانف هاي الزعانف كيف صح الخياشيم بتساعدها على التنفس الزعانف بتساعدها على ايش السباحة مساعدتها على السباحة تمام تعالوا ع السماكة هاي خلينا طلع شو هد منسمي يلا خليكم معي ايش منسمي هاي ذيل تمام ايش منسمي هاي وهاي زعانف زعانف شو بتعمل لها بتساعدها على السباحة وهاي ايش منسميها خياشيم خياشيم عشان تساعدها على التنفس تمام يا ثالث طيب شوف الاسئلة اللي هي صفحة ستة وخمسين السؤال اول ماذا يغطي جسم السمكة ايش الريش الشعر لا القشور ايش بيغطي جسم السمكة القشور ايش بيغطي جسم السمكة القشور طيب السمكة ابتلد ولادة لا بتتكاثر بالبيض مثل الزواحف ومثل الطيور بتتكاثر بالبيض تمام سؤال رقم ثلاثة ما الذي يساعدها على السباحة شو حكينا اللي بساعدها على السباحة ايش ممتازين الزعانف طيب ايش فائدت الخياشيم الخياشيم ايش فائدتها لل تنفس تمام اذا هاي هي خصائص الاسماك جسمها واحد مغطة بالقشور اثنين بتتكاثر بالبيض ثلاثة لها زعانف وذيل عشان تساعدها على السباحة وبتتنفس بواسطة الخياشيم تمام يا ثالث طيب في عندك سؤال اتخيلوا اني سمكة واتحدث لزملاي عن صفاتي وحياتي في البحر تمام هلا انا عشان وقت امتحنات ايش اللي بدي ايا منكم بدي منكم ترسموا هاي الواجب رح يكون رسم سمكة وبيدي لما ترسم للسمكة تعيين لأجزاها الزعانف والخياشيم والذيل ماشي يعني لابدك انا خلينا طيب هاي الواجب اللي معكم تمام اللي هو ترسم للسمكة وتعيين لأجزاها عليها وتحكيلي وظيفة الزعانف ايش بجنبها زي ما عملنا هون وتحكيلي الخياشيم ايش وظيفتها هلا انا اللي بدي حل لكم السؤال بدي اتخيل حالي سمكة تمام بدي اتخيل حالي سمكة وبيدي احكي لكم عن حالي انا سمكة انا ايش انا سمكة اعيش في الماء والواني جميلة واشكالي متنوعة وانا بغطي جسمي القشور انا ما بغطيني زي الحيوانات الثانية انا بغطي جسمي القشور تمام ولا تنسوا كمان يا الكائنات انا بختلف ليش لاني انا بيعيش بالماء وتكاثر بالبيض ولي زعانف وذيل عشان تساعدني على السباحة ولي خياشيم حتى تساعدني على التنفس تمام هنحل نفكر حيوان ضخم يعيش في الماء يشبه الأسماك ولكنه يلد ولا يبيض فما هو حيوان ضخم يعيش في الماء تمام ويشبه الأسماك ضخم يعني كبير ويشبه الأسماك لكن لا يبيض صحي السمك يتكاثر بالبيض لكن هو يلد ولادي فمن هو الحوت تمام ويعطيكم ألف عافية